بداية شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة المهمة سعادة السفير أبدأ مع حضرتك حول الهجمات التي تقوم بها الميليشيات على السفارة الأمريكية وعلى القواعد العسكرية التي تستضيف بها قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية بشكل مستمر هل تعتقدون بأن هذه الهجمات ستؤثر على مخرجات الحوار الاستراتيجي وخاصة فيما يتعلق بالعقود التي سمعنا بها العقود الاقتصادية مع الشركات الأمريكية المختصة في الطاقة وهل الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لتقديم المساعدة للعراق في مواجهة هذه الميليشيات ان طلب العراق ذلك؟ موسيقى 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 المتابع البقات والعيش عن المساعدة 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 هل هذه الأنبع أطلاق بمساعدة للمجاديد خلال البرجانب Actually, the contract that we heard about the economic contracts with U.S. companies. Also, anything at the United States ready to offer assistance in confronting those militias if Iraq asks for it? Thank you. Okay, I think I heard that all right. شكراً لك على المسؤول على المسؤولة. في المتحدث في البيان الختامي الذي خرج من البيان الختامي المشرك للحوار الاستراتيجي نحن مشرورين بأن العراق في ذلك البيان بيّن التجامه الواضح بأنه قبلت مضيف ومستظيف لتحالف الدولي العراق بيّن التجامه بوضوح بأنه سوف يوفر الحماية للتحالف الدولي أفراد التحالف الدولي وأيضاً مؤسسات الديبلوماسيين. نعتقد أيضاً بأن الحكومة العراقية حكومة الشيد مصطفى الكاظمي لديها تواجه تحديات ونحن أيضاً نعتقد بأن حكومة الشيد مصطفى الكاظمي تأخذ هذا الالتجام بالجدية ونحن نرحب بذلك. وندرك أيضاً بأن الحكومة تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بتطريق وإنفاذ القانون. وخصوصاً أو سيطر على تلك المنشات الموكلة غير مضبطة وما يتعلق لا تحترم القانون. وأيضاً نحن نعتقد بأن الحكومة تمثل إرادة من الشعب العراقي التي تريد تقوية دور الحكومة وضمان بأن الحكومة تنفذ وتطفق القانون على جميع المجالات وجميع المجامل. وفي مصلحة الولايات المتحدة أن نرى العراق دولة قوية ذات شيادة مجدهرة. وشوف نلعب دور لتقوية حكومة عراقية ترحث عن وضع العراق على هذا الطريق. شكراً لك.